أكد سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن مملكة البحرين تدعم مجملة برامج وخطط منظمة اليونسكو المتعلقة بتطوير التعليم خاصة التركيز على توفير التعليم المتكافئ للجميع ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمل المؤسسات التعليمية وتعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان والتعايش والاعتدال ونبذ العنف وتحقيق مبدأ العيش بسلام جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير التربية والتعليم رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والثلاثين المنعقدة في مقار المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس وأشار الوزير إلى أنه انطلاقا من التوجهات الحكيمة للقيادة الحكيمة فإن البحرين تسعى إلى المزيد من التعاون مع اليونسكو ودعم برامجها خصوصا في ظل التحديات العالمية التي تهدد حقوق الملايين من البشر في الحصول على الخدمات التعليمية المناسبة واستعرض الوزير في هذه الكلمة بعض أهم أوجه التعاون بين المنظمة والبحرين ومن ضمنها إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومركز إقليمي عربي للتراث العالمي وجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم من جانب آخر عبر الوزير عن دعم البحرين لما تضمنه بيان إنشيون الذي صدر عن المنتدى العالمي للتعليم 2015 المنعقد في كوريا الجنوبية من تنديد واضح وجلي بالعمليات الإرهابية والتخريبية التي تطال المؤسسات التعليمية مبينا ما تتعارض له بعض المؤسسات التعليمية في البحرين من أعمال تخريبية وإرهابية مؤكدا بأن ذلك لا يثنيها عن الاستمرارية في توفير الخدمات التعليمية المميزة في بيئة آمنة تكفل حق الأطفال في التعليم وفق موافق منظمة اليونسكو اشتركوا في القناة